بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ليو كيواني ترى الشرين لاني موزي وشعبان مواكب الفموجة من ثلاثين نقيسة كدرسة كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحيمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان باب ما جاء في الذبح لغير الله باب ما جاء في الذبح لغير الله باب ما جاء في الذبح لغير الله نليو بإذن الله تعالى باب ما جاء في الذبح لغير الله 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 ولم يسمع به طالق بن شهاب ألمو باب ما جاء في الذبح لغير الله 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 نزي ولي مدودو مدogo اوزا kwa ni sababu ya mtu kwenna peponi نزي اوزا kwa sababu ya mtu kwenna mutoni kisha ndo wakaileza sababi قالوا wakaifa dhalika ya Rasul masahabu liwastia mananuhaya kamuliza hilo jambu laweze kana vipi ya Rasul lili kuwaji kuwaji قال مر ردلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه احد حتى يقرب له شيئا وتوويل ولبيتر جيان وكوكتوات لهم صنم والصنم ما كان منحوثا على صورة صنم اللي اللي تميزو كتو سورة كتو فلان لا يجاوزه احد حتى يقرب له شيئا اي لا يمر به ولا يتعداه حوامواجم حوامواجم فدخل النار وقالوا للآخر قرب قال ما كنت له قرب لأحد شيئا دون الله عز وجل سكوا ميمي نموانيكم قربشية ييوتي نموانيكم چنجية ييوتي اسفكوا الله سبحانه وتعالى موجق وموجق ونيشم سممواتي وتوحيد فضربوا عنقه فدخل الجل قال رواه أحمد المعنى الإجمالي للحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خطورة الشرك وشناعته أنتوما صلى الله عليه وسلم كتك حديثي أتوليز خطاري يشركي نأبايا نوووه وذام بيشركي فيحدث أصحابه ويبدأ حديثه ببداية تجعل النفوس تستغرب وتتطلع إلى سياق هذا الحديث دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب ومعنى سلما أكانزان أكانزنا وتغلل زه عزيزي أباو أتولي ويجعلية وأتولي أماني وكريم أتولي وطرف أتولي الأمر أتولي أتولي ودخل أتولي 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 الأمر أصحاد أماني خطير sababana sababa amran خطيرan ك bucket lebih واجب سؤال عن تفسيره كيف يجبDJ كوة قول translates который هو مقرآن ك appearances nhưng cheaper مناسب وكل 홍لقى والأترة وأحدث وتقول المالفه بعد ذلك ه zombies إن رجلين يظهر أنهما من بني إسرائيل أراد العبور مع مكان يحل في ساحته صنم يفرض على من أراد تجاوزه أن يذبح له تقربا إليه وتعظيما له ولتاة ككبتية محالي أمبابو كتكوان جواكيك ولكوانا سنم نوالي ونواموضي وليسنم وكفراذيش نكواجيبيش وكيلا أنيتاة ككبتية أتجنجي إلي كجيقربيشة كويلي سنم ونكماعظميشة الي سنم فطلب عبابو ذلك السنم من الرجلين التمشي على هذا النظام الشركين ونمبانا ونكومبود الي سنم وكتاكا كتوكوهاو توويني كفواتة إلي نجياياو يك الشركين إلي نظام ياو يكشركين وليو يكفالي فأما أحدهما فاعتذرا بالعدم موجawawo أkatua udhuru kwa mimi سينا نهلا patikana kwa bazi ya watu مkamuana mtu wakambiwa jambu fulani ohu kama kwa mfano أموana mtu atufu katika kaburi pengine ni mwenzake أموana mtu ande kidogo pali kifika pali أموana mpia atufanya tawafu أموana mtu wakambiwa jambu kwa mtu wakambiwa jambu fulani basu wazua wekat kalini wala Allah subhano wa ta'ana habudini hibi موكيواز kina mumbia mnachoka يعني بمعنى kina natukifanya يساو ويوكو ساوب mchoka اللي ووزك فان آآ يليبوان أموana mba udhru kwasina فقانعوا منه بأيسر شايد ولمبوان وككيني kwa kitu kidogo بأن مقصود hum حصول موافقت على الشرق ملغو ياؤو موافقت يعنيناو katika ili شرق ونويفان ووهو حتا kitu kidogo kikaribisha ya tushilezi si huna آج kwa hiki fanye فذبح الى الصنا ثبابا فatarakuhu يمرو يليبوان أكمشنجي يليسنان ويو أكموacha بت فدخل بسبب فعله هذا نار جهند لأنه فعلا الشرق ووافق هم عليه كسبب أمفني كتند تushirik نال يفكيان نكو وكبالي ولمبوان كلي ونشبت وطلبوا من الآخر أن يقرب للصنا فاعتذر بأن هذا الشرق ولا يمكن أن يفعله فقتلوه فدخل الجنة لمتناعي من الشرق إنه حديث لدليل يوازي وكوشينجة لعبادة وأن صرفه لغير الله الشرك لعبادة كما يكون في الكيس والله سبحانه وتعالى نو الشركين والحياة بالله ما يستفاد من الحديث فإذا النزبت كان كتك حديثي بيان خطورة الشرك ولو في شيء قليل حديثية بينشيا خطاري يوشيركينا حتى إكيواني كتككي تكيبوغو سانا نخطاري سانا وشيركينا يتشeleزة كوى الله سبحانه وتعالى نتيجة علي ويكا ومتو من يكوم شيركيشا ميا خطاري سانا ميungون من تجييزو إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاركي ذنب يشيركي الله سبحانه وتعالى أي سميه نكوكوها سميه ذنب كميه ويكا يكيواني نتيجة ينجيني عمبورني ككان لني موت وجهنم مليلي والعياذ بالله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنب ونيكم شركيش الله سبحانه وتعالى أمي حرم شيوة كوينجية ببوني الله سبحانه وتعالى أمي حرمكوينجية ببوني نتيجة شرك فيها لكوى الله سبحانه وتعالى هكبال عملي ويؤتي مشركين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين الله سبحانه وتعالى هكبالي هات عملي موja يا مشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء من ثور إذنباذي نتيجة زخطاري سانة لنزو patikana katika ذambi يا شرك ومتو سذراو سوا لكن كتكدوغو لا هكبالي كتكدوغو katika مشركisha الله سبحانه وتعالى وشركي نتيجة لكتاريس نلوك ما كنا ذامي عمبايو أتاكي كانمو اسلام كوي سوما نكتاريسانا مهي ذنبيا شرك كوليكو ذنبيا شركي هي ذنبيا شركي أي سوما سانا نكو يفهم إلي أجيب شنان ثانيا أن الشرك يوجب دخول النار وأن التوحيد يوجب دخول الجنة وشركينا ومواجبش يموتكو يموتون كما بالتوحيد يواجبش يموتكو يوجب يا يوجبون يوجب الدخول يوجب Arrow شرك يتونهك شرك يتونهك أما قفتت عني أنه موضي من الموحيد كان وشرك الآن و الذي ينبغم موضي على أن يفعله ثالث أن الإنسان قد يقع في الشرك وهو لا يدري أنه الشرك الذي يجب الفيديو موين نمتو أكاينجيا katika ushirikina بلا يكوجيجوا قوى فالي علipo يوكو katika ushirikina وتكاومينجيزا متون ورهياذ بالله نكونا بعضي ووزا قوى ويش katika هولي موينجو وكيجيوا قوى واني وإسلام لكن وكولي ومامبو ورهياذ بالله كما هي kalima نرسكيا كشيخ البالي كما تسرح نينو فينين موينجو شنغا كوا وابو katika واتو ونوريشي جليني وكيوا وججيوا وإسلام كشو وككاملين ودني موتو وجهنم وعياذ بالله كوا نيني كما أتمك لا إله إلا الله كشه يهي يهي أبلika عبادة كوا سيه والله سبحانه وتعالى أينكو مائتي أموomba فاسنا الله سبحانه وتعالى هو يهي ومسما لا إله إلا الله كنا مambu mengi لكن يمنى لا إله إلا الله كêt وعياذ بالله كانjia mileni ndani ya motu wa janta kweva mtu wachungi sana sabu weza kuwa watumbukia ndani ya mshirikina wanayadhi billah na we hujijui kwa we ni mshirikina kwanini hili huja kwa sawa mtu hataki kuhisoma tauhidi na hataki kuhisoma vibi yaki amboni shiriki hawe atajui kambali kutoka manari maasi ya shirk na kuipia makamama tauhidi na ya shangaza muslamu leo kutotaka kuhisoma tauhidi wakati we soma kur'an na nani ya kur'ani muanzo mpaka musho ya shukia katika tauhidi muanzo mpaka musho na iwapita katika ayat zina zunumzia dawa ya mitume wote kwanzi ya muanzo mpaka musho katika mitume urutajo katika kur'an ukawana kuwa dawa ya wote ilikuwa ni katika tauhidi kwanini kusabu ndiyo msingi wa hii dini ikiwa tauhidi itatinginia mambuyoti ya tatinginia tabuyoti wanawaipata lewa islamu dawayake li tauhidi tauhidi atahiru ameingia mwanamuke motoni kwa sababu ya paka hira nyama nyama ambayimutu weza kuona ni kitu kidogo tu lakini lakini akaingia motoni kwa jiri ya hira kama vidya ka yindiyya mwingine kiponi kwa jiri ya nani mmbwa mwingine kya yibikoni kwa jiri ya mmbwa naniyumana mtuun sallallahu alaihi sallam laa tahtiranna minal ma'rufi shay'a usifarao chotchotika tkawema chotchotika tkawema msingi naun jiazahu nindiyna zakbatafaa bisi tati wallahi amaninu nanzurum zirba ziwa'tum makub wa sana wa yiyu itafika siku tatamani hasana moj buku katka kaburi au kishu pili allaha sulhamu wa ta'ala huipati usitharao jiemo na hivyo hivyo usitharao ma'asiyah yaweza kuwa ma'asiyah wa yaona ni malogo katika machu yaku wa ta'asabunahu hayinan wa huwa عند Allah ya azim wiyo yaona njia mudogo lakini mberi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa mno nandiyo tawona lio badhiya watu katika wali ammaw watakakwenda na mujtama kulifu kwa sababu sisi tunashida moja haswa walinganizi tuapenda sana kufuraisha watu wanautosikiliza hatupendi kwasikilizisha katika masikio yao mambo ambayo ya tawawudhi kukuwa wayafani sasa kile kilicho nifanini ni ujaribu kupoza poza mambo ili uwezi kuhishina watu kama wanahudai wawo kibiashara biashara wajio muamala ubiashara muamala ubiashara uchabui mtu kusanga kusanga tu mazaga zaga yote kama majitaka la uislamu utufundish mbi ukatuwana sasa tazungunza kwa mfano na muwana pali kichungudia hivi ya yule mtu hile hataki maulidi zungunza kwa mbida tiangale hivi na muwana yule mtu airizi airizi yule nkita airizi hapa hapa nikimbia kwembo nikisimama nsemenimu sote uislamu mambo madogo madogo kama ayah maudidi yule 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 madogo madogo kuna jambo dogo ambalo tafsiri yule kwa mtu salam alfanyakhiyana yule jambo dogo kufanyakazia allah subhanahu wa ta'ala shara alakum minad dini ma wasabihi muha allah subhanahu wa ta'ala diyo aliyywaeke hii sharia thum jajalnaaka ala shariah minal amri imtum salam amun yule nani imtum yule allah amun yule fattabih ha fwata sharia amun amun allah sari amun yule amun yule ukubwa wa ujinga katika kichwa chungle mtu. هزا kuwa mtu anakichwa kidogo hivyo lakina na ujinga mungi. Umeshinda kimochaki. Mtu wazumumzi ya bidha. Uzushi katika dini ya Allah. Misha sema kile kitu kidogo. Mpake kapele kia wengine pia kusema. Tafauti بين asisi na manasara kitu kidogo. Kusema kuwa Allah na mchoto kitu kidogo. Allah subhanahu wa ta'ala sema. wa kalu takhad al-Rahman walada. Lakad jittum shay'an idda. Takadu samaawatu yatafabbarna minhu watanshaqu al-Ardu watakhiru al-Jibalu hadda an da'awu del-Rahman walada. Yoti anpaka mbingu ardi majabali ya takaku pasuka pasuka. Kwa jili ya kuusema il-Neno atukiya mutua sema. Yimambo madogo tu. Mambo madogo. Kwa usi dharawu. Sama ii dhambi ndogu. La la la. Mdhele Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa mno. Usiangaliya uldogu wa dhambi. Tizama yulewune mu'asi. Yulewune mu'asi. Ni mkubwa mno. Kwa usiangaliya uldogu wa dhambi. Tizama nani wa mu'asi. Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Utajua kuwa hakuna dhambi. Sidharawu dhambi. Udogu wa tu. Nakumisi katika madhambi madhambi. Mdhambi madhambi madhambi. Khamisa. Anna haada al-rajul dakhla al-nar bisababin lam yaqsithu abtidaaan. Huibana amindiyya mutoni kwa sababu mbohu. Hakui kusuliyya mu'asi. Wa innama fa'alahu takhallusan min shari ahli s-salam. Iami faniya tukuli toga katka shariya wale watwa yuli s-salamu. Faniya honan kitkidu mbohu. Daza. Kun min yusababu al-ayyadu billah kun yiyamutun. Saliha. Anna al-muslima iza fa'alashirka abtal islamahu wa dakhla al-nar. Muslamu akim shirkiisha Allah subhanahu wa ta'ala. Akafani kitinut shirki basi aminu batriisha wislamuwa ki akimiyamutun. Lianna haada al-rajul kana musliman wa illa lam yakul dakhla al-nar fi dhubabin. Urbana likuwa ni muslamu. Haiwezekani mtunza s-salama kusema kuwa aliingia motoni kwa ajili ya nini ya nzi. Kwa sababu lau kama angili kwa ni mshirkii na tangu mwanzo tangu mwanzo likuwa ni wa motoni kwa hakuna haji ya kusema hii. Lakina kasema aliingia motoni kwa ajili ya nzi. Kwa sababu kabla ya hapa likuwa ni muslamu. Alikufanya kile kitendo haka ingia motoni kwa ajili ya haji. Uislamu si kabila. Uislamu ni dini ya Allah s-suhana wa ta'ana. Ikiwa utaambatana na uislamu na huwamrisho utabatia kwa muslamu. Ukifanya vina dhu changuwa uislamu wa toka katika uislamu walayadhu billahi. Nandiyumana fukaha wakaweka mlangu waridda wakazumumzia ahkam jina zufungamana na mtu wali irtad. Nini mana yaku irtad? Dibi maana likuwa muslamu. Kisha katoka katika uislamu na nijambu ambalu na jirikana lafahamika hingawa leo tumepata na maranyingi nuani minhathihi o minhathas simf minal nas ukapata watu kuwa hawataki kusikia jamu laytoku kifanya hivi utatoka katika uislamu. Kifanya hivi utatoka katika uislamu awataki kusikia ataka bakie tumle mle leysa bi amaliyikum. Musiwane dhilo nabutakowewe kwa matashriyatun lita kwa hivu hivu la nidini allaha subhanahu wa ta'ala sabi anna almu tabara amalul kalbi wa insahura amalul jawarihi wa kalla kina chudzingatiwa ni amali ya moe hata ikiwa amali hile ni ndogo ukiangalia katika viungo ni amali ndogo lakini kina chuangariwa ndani ya moe kwa mfano leo wangapi wenda kwa waganga wakambiwa chinja kuku maupe ili jambulaku flani liwe chinja kuku maupe akachukua kuku ule akamchinja kuku ni mnyama mdogo sanzo sinini miyatano ya Kenya na kuku wako lakini ule miyatano uweza kwanisababu ya wewe kuingia motoni mirele wakia akamchinja kwa mfano ule kuku na seno bismillah allahu akbar akamchinja lakini kinachotizamo nini ni kile kilichupile kia wewe kufanya kitendo kama kile ndani ya moe wako kukule kutamuka kwa kukusaidii chochote ikiwa ilikuwa ni kufanya kwa jide ushirikina wala ayadu bila na ili njambu muhimu sana bifamiti kinachuzingatiwa ni amali ya moe hata ikiwa ni ndogo ili amali katika viungo ni chache katika viungo lakini kinachotizamo ni moe wako kuna ikhlas kwa nindani ama kuna shoki tamina anna zabha ibadat wosarfuhu lighayli ligh shirk akbar kuchinja ni ibadah na ibadah kum pithikia asikua allah subhanahu wa ta'ala ni shirk kubwa ina omtua muntu katika waslamu kwa wari wa nashinji ya majima wajima wa mifanya shirk amba ya watu katika waslamu alayyad billah favlo tawahidi wa azimu thamaratihi pia tapata faida apa favlo ya tawahidi na matunda yake makubwa liyokundani yake ya tushileza kwa tawahidi ni sababu ya mtu kuingia peponi lau kama ingili kwa tawahidi malipoyaki ni pepo peki yake ya tushileza kwa mtu kushikamana tawahidi kief kutengenia kwa dunya na akhira ni kwa mtu kushikamana na tawahidi nahi ni zahidi ya mfanya mtu ajui ya fadla kubwa ya tawahidi kushikamana nai kumarizia fadilat al sabri al hakki fadila ya kusubiri katika hakki ustarajia kuwa kushikamana na hakki watu watakunga mkono la bel jinnakum bilhakki walakin na aktharakum bilhakki karihuni wengi katika watu waichukia hakki watu wa hakki waipenda hakki hata yikawadibiyahu lakini wengi katika watu waichukia kuisikia hakki nandiyopale sasa yule anezuhum za hakki akapagazwa kila aina magina akapiwa kila aina manenu bali wengine mpaka kufikia kupibwa naku wawa mitume wa wawa wako mitume amba wengi wali wawa wajiri yada'u wakatika wahiri mitume imewawa mtum 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 hammas sallallahu alifukuz wa kuwawo kwa jili ya tawhid masahaba walifanya hijra na kuwacha majumbayawo na marizawo na watutuzawo na watutuwawo na wakizawo kwa jili ya nini tawhid mtum 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 sallallahu alifule wa meno kwa jili ya tawhid hamza alipibwa na kuwawa katika vita vya ur musah bin ameer na wengine katika masahaba wali wawa kwa jili ya tawhid wawata kulish wasikirimu kwa jili ya tawhid unawazimu wawakayulish wasikirimu kwa sababu somesha tawhid wallahi uwone sasa wanja hingia ama kakando kuwa katika kushikamana na tawhid na kulingania katika tawhid kuwa mambo ya takuwa mazuri na watu watakupija mabiga yako kuambia ndelea ivo ivo wawafangijambo zuri sana wafangijambo wazumunza wale wakufurusha wale 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 kambio kuwa kitendo chakumwomba maiti ni kufuru kuna mungina paketina watu masikini wasiojiedewa hawajui hawakusua madini hatawaletea maneno ambayo hayamu katika quran wala sunna ya mtume sallallahu alai sallam muhimu tuya yaki arabu ili awambia kuwa natukifanya katika kuombu wale maiti ni hakki na hakuna wasio surati lakini nijuu ya watu wa hakki kuwa nanini na subra yu ya hizi hakki wanawibiba lazimu wa na subra kuwa na subra wako atum paka manjiani wakiku 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 yule yule hingawa alhamdulillah hani leo si kama vile ilibyokuwa leo mtu kikubwa takachokifanya ni kuzungumza na kuzungumza na kuzungumza maji ya moto bugiyangwa ya chominyumba bali yanarisharangi kira wakiku kuzungumza wakiku wakiku kuzungumza lakini kuzungumza lakini nijiyiyaku kuna subra alhamdulillah haijafikia kwa wapibwa yitikwa sahibu ya tawahid kwa sasa fahamu allaha aliwa kuwa sisim nadhaifu tunaw daifu mkubwa sana lakini wako ambawa mewawa mitume wa allaha alihimu salatu salam walifukuzo makuawa na sahaba walihuwawa kwa jidia tawahid watu wote waliwazunmuka wapipijavita kwa jidia tawahid kwa hivu usitarajie leo kuwa utastare ukishkama na tawahid kutoka mana na vitim vidya watu kwa hivu kwa hivu yote ambayata kulingania katika tawahid sahau kitu jidia kukipendekeza pendekeza kwa watu bilati hihia ahsan kwa maneno mazuri walingania watu katika tawahid nande wawona watu wengi wakimbia ili suwala kulingania katika tawahid chunguza yote chunguza yote chunguza nama imamu wa miskiti wanama suria makubwa sana ambili allah subhanahu wa ta'ala walahi hamtamu ya allah subhanahu wa ta'ala wakati wakati wakum sumeshwa wakimbia sasa ili wakuna angubu lakini kufikisha ulewjim bini wajib na ujiyak wa ligyam wa liytajinini sudra laytaji sudra fadilat sadr ala alhaqdi fadlakub wa ina wabachkanak wa imtuku sudiriyya katika haqdi naktafi bayad alqadr wa allah ta'ala a'alam subhanak wa muhamd wa shahad wa allah ilah wa sada wa ta'ala wa lakum baraka wa fuhu